السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بأصدقائنا أهلا بصف السابع اليوم سوف نحل تستين وهذا كتير مهم أتمنى تحفظوا لأن هذه الأسئلة يأتي منها في الامتحان فارلك لار ايلم سمود في سيوت أول ماك إزرائي كي قسم ايلك أشهدكي فارلك لارنن هانقي السيوت فارلك لاردر أي من هذه الكائنات ينقسم الكائنات الكائنات الحية إلى جزئين ملموس ومجرد أي من الكائنات الحية الغير ملموسة هل هي البيتكين النباتات الملك الملائك الهايضاني الإنسان أي منها التي لا نرى فهي جاء الملك السؤال الثاني عم بيقول لي أضالة تأسيس بلنين أبور دنيا يصلى رنين لنين ترى لاجي طارسية هل هو محشار بارزة ميزان سور ميزان العدار الذي يقوم عليه يوم القيامة شو هو هو الميزان تمام هاي الميزان سؤال الثالث ملك يرتلع شمال جين 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 لا يوجد مخلوق نور و جين الأطيس معناها جواب سؤال الثالث سؤال الثالث تقلد تقلد برندين يعني وجعتني رجلي أو تقلد تمام هون يقول هذا هو الشعر جميع جميع تقلد ما يحدث بالإنسان؟ ما نقول نهاية العالم وتدمير كل شيء؟ هل هي آهرت اما قيامة ميزان ونكوسر قيامة ب يقرد الكي آيلمين ينضح أي من هذه الجمال يمكن أن تقال خطأ في عالم المكانات الحية أعلم دي كي يبطون بارلك يارطان وإبريين دزين كي نور آهرت الله تعرف أنه هناك الله هو الذي خلق كل الكائنات ورتب الكون صح أعلم دي قرنين في قرنين صيصيز بارلك بلان مقتدر الكائنات هناك عدد لا يعد بلا يحسن من الكائنات المرئية والغير المرئية صح الكائنات بارلك يارطان وغير المرئية بلان مقتدر الكائنات لا يمكن أن ندركه بحواسنا الكائنات مرئية وغير مرئية بشيء يارطان قبول 8-8 مطلقة غير مقتدر يعني لحنا حتى نأمن بهذا الشيء لحنا نشوفه بعيوننا أكيد لا لأنه مثل الآخرة مثل الملائكة مثل الجن نحنا مأمنين فيهم بس نحنا مانا شايفين بقامل صلى الله عليه وسلم مهندئيز أولدو ديفين دكتين صورا كارديشم اللاحتين اللاحتان مغفرت ديلميز بسبب اوشوانبا صورا بقامل مقتدر بورو مشتر يقرده آية بحثة دع الملك لارحانه ايوه النبي عليه الصلاة والسلام بعد رفت الميت وتستغفر إلى أخيك شو من هم الملائكة الموجودين في القبر منها منكر ونكي يعني منكر ونكيل يبوز يبيض يبوز يبيض يبوز يبيض الأرض يبوز يبيض الأرض ليس كنتم أسماء يُقارد بمصير الأرض سمده بس والصمده يعني على يمين و على يسار الريك أسدقائي يعني أنو أنا أصدقائي عندما أقول محيد لماذا؟ لأن الملائكة على يمينه وعلى يسارهم أصدقائي هم يقولون هذه الرسالة للملائكة فالجواب من هنين؟ من هنين اليمين واليسار الموجودين؟ كرام كتابه تمام؟ يعني رقيب وعتيد لا أيضا ليس هنا كرام كتابه جواب A هنا منكر وينكي الجواب B أشهدك يا لاردان هذه هي حزرة إيسا من مرجزة ديلدر أي من هذه هي ليست من مرجزات سيدنا عيسى وليو دير ميسي إحياء المنطقة جمهور دانكوش جوان الله مصير إحياء الضيور من الطين صح حيث يرنون أي يشتير ميسي أنه يحيي المرضى صح دنيز إيكي أي رمسي هو اللي فلق البحر غلط مو مواجزته فلق البحر لأنه مواجزة سيدنا موسى أشهدك يا لاردان هنقي إيسا إيل جيدورو بن بيرقي ديلدر أي من هذه ليست أنه معلومات خاطئة عن سيدنا عيسى من قول بابا سيز دنيانين قليل مشتر إيش من دون أبصح هاني آنسي مريم إفادة بير قاينة دي كان اسم مريم صح يهود لارترفندات شامور رهاجي ريب شهيد ييلدر أنه أخذوا اليهود وصلبوا مثل ما هنم بقولوا هذا غلط الله الله حضرت إيسا قره يكسي كلاركي يهود لاردان كورو مشتر هو حما من اليهود رفعوا إلى السماء فهي صح فالجواب الغلط هو جيد برينش في ايكني سورة أوفينيش سيراصي لها هنغي سي الله جكتر أي من ننهى الأولى والثانية من هذه المعلومات يقال عنها هوني عم نقول أول واحدة قيامت ييني دان دريليش ييني دان دريليش يساب شكميلي أولوم آخره ديشتو ماشار طوبلمو جنة فيا جهنم الله إزال إحنا بدنا رتبون حسب الأولو فينش سورة سورة برينجي في ايكنجي فراحتكون أولوم جهة الموت بعدين الأخيرة طيب أشهدك الأردان هنغي سي إنسان قول طلوك يا بمكتان وزاكلان مشتر لما الإنسان بيقول سيئات وحسنات لما بيكون عنده سيئات عن فعل الشر حتى ما يعني ينصرف عن فعل الشر شو بيكون عنا آهرة 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 أفضل جي إي نانج يعني أنه الاعتقاد لنا سيخبر له في الآخرة بي olduktan sonra حياته olması إنانج يعني ما في حيات بعد الموت آهرة سيخبر له في الآخرة آهرة 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 أفضل جي إي نانج يعني أنه الاعتقاد بأنه سيخبره بالاعتبار لما يفعله في الدنيا فالجواب يكيف ج سادجي اتمي انا افضل منه هي هو قالها انه انا افضل منه فانشانك ما بدي اسجود ملك الارباني سادجي سادجي ادار سيباندي سادجي ادار ادار